السلام عليكم ورحمة الله درسنا اليوم اللغة الانجليزية للصف السادس الاعدادي اليوم عندي unit 3 الكلام الغير المباشر reported speech reported speech الكلام الغير المباشر لخصت بالورقة ادي اذا بدأ السؤال ب يعني what أو where أو where نتبع الخطوات الآتية نضع عبارة ask it في بداية الجملة ونقوم بتنزيل أداة السؤال نحذف الأقواس ونضع الفاعل قبل الفعل المساعد ونقوم بتغيير زمن الجملة ونقوم بتغيير الضمار خلينا عيد هذه الملاحظة الأولى اذا بدأ السؤال بالأداة يعني where الوين الوات نتبع هذه الخطوات الخمسة نضع عبارة ask it في بداية الجملة يعني نخلي عبارة ask it يعني بداية الجملة ونقوم بتنزيل أداة السؤال ونقوم بتنزيل أداة السؤال إذا كانت أقواس نحذف الأقواس ونضع الفاعل قبل الفعل المساعد ونقوم بتغيير زمن الجملة يعني بها زمن تتغير ونقوم بتغيير أيضا الضمائر زين إذا كان الضمير هي وشي وذي يبقى كما هو بدون تغيير إذا كان الضمير هي وشي وذي يبقى يعني الضمائر بدون تغيير ما نغيرهم مثلا هذا المثال المثال يعني نخلي أول مرة ننزلها ونخلي نحذف قلنا الأقواس نحذف فين ذني الأقواس نقول نخلي نحول الول الول الى ود نحول الول الى ود نخلينا عيدة نخلي بالبداية ننزلها ونحذف ذني الأقواس أداة السؤال ننزلها أداة السؤال ننزلها وننزل الذي والول حولناها إلى ود والسي تنزل المثال الثاني where has she been she asked where has she been she asked نخلي هي asked هي asked بس هذه بداية الجملة هي asked والwhere أنزلها الأداة مثل ما نزلنا الwhats الwhats ننزلها she had been she had been الhas يتحول إلى had والبين تنزل she has حولناها إلى had زين هذه ألف يعني قلنا إذا بادي السؤال بهاي الأدوات السؤال what where وين بع نقول إذا كان الفعل i يتحول إلى he وش حسب الفاعل الذي قبل asked يعني حسب الفاعل الذي قبل asked إذا كان الفاعل i يتحول إلى he وش هذه الجملة عدي what can i do he asked me what can i do he asked me أخلي he asked me أنزلها نفس ما هي خلي نزلت الأداة السؤال what he could do إيش حولنا حولنا i إلى he حولنا i إلى he نقول he could day والcan حولناها إلى could طبعا هذا الول would وش وش وما ميت وكان could يعني حولنا الكان إلى could حولنا الكان إلى could هذه القاعدة إذا كان الفاعل i يتحول إلى she or he حسب الفاعل الذي قبل asked نزلت he asked مثلا هذا المثال نزلت he asked me what الأداة السؤال نزلها الكان حولناها إلى could والآي تحولت إلى he could do ومثل ما قلنا الفرع الثالث إذا كان الفاعل أو الضمير و عدي الضمير و يتحول إلى they إذا شفت بالسؤال ضمير و رأسا نحول إلى they what shall we do he asked me نقول he asked me أنزل he asked me حتى لو ما جاي بالسؤال أنزل ها نخلي الأداة what الشر تحول إلى should و will will we نحول إلى they يعني شن نقول he asked me what they what they والشر تحول إلى should d يعني we تحولت المن إلى they والشر تحولت إلى should z هاي ثالثا رابعا إذا كان الفاعل i والhe والshe يعني the u يتحول إلى i وهي وشي the u يتحول إلى i وهي وشي يعني حسب المفعول به الذي بعد asked إذا كان الفاعل you يتحول إلى i وهي وشي حسب المفعول به اللي ورا asked إذا كان me يتحول إلى i أو him إلى he وهير إلى she هذا نحفظ هن ناخذ مثال عليها when have you left i asked him أنزل i asked him نزلت الأداة وين he نزلت هال he ليش لأن تحول الهم إلى he قلت الهم إلى he تحول الهم إلى he وال have خليناها تحولناها بزمن الماضي تحولناها إلى had left نزلت هال left where will you trap he asked me أنزل he asked me وال where أنزل ها وال me مثل ما قلت me تحول إلى i الم تحول إلى i وال وال دائما نحول ها إلى world اترا زي طبعا هنا الفاعل أحث الفاعل ينحذف هنا الي أحث وهنا أيضا أحث زي بعد عندي ملاحظات ملاحظات إذا جاء ضمير التملك your نحول إلى ضمير المفعول به بعد asking يعني إذا جاء ضمير التملك your نحول إلى ضمير المفعول به بعد asking هذا المفعول به هذا ضمائر التملك المي إلى ما الذيم أو الهم هس والهير زي ناخذ مثال عليه نقول what is your في فرد subject I asked him I asked him what his في فرد subject خليت his لأن عديهم حولت الليل إلى his الملاحظة الثانية إذا جاء بعد أدوات السؤال do أو does نحذف ونحول الجملة إلى ماضي بسيط يعني إذا جدت بالسؤال do does نحول إلى جملة ماضي بسيط نحذف فين نحول ها إلى جملة ماضي بسيط وإذا جاء did تحذف وبما إن did هي ماضي بسيط نحول إلى ماضي تام يعني نحول من الماضي البسيط إلى ماضي تام what time does the train he asked it what time the train so it حذفت does the train lift و lift حولت إلى lift يعني حولت من الماضي البسيط نحول ها إلى ماضي تام هاي عيني الكلام الغير المباشر وبالتوفيق إن شاء الله